اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد الانتر وبعد المقدمة هيكون معنا ابطال كرة اليد 20 سنة كرة الماء وكرة الماء تحت 20 سنة الحقيقة الفريق ده حصل عبطوة الدور العام الموسم الماضي ليه احنا دايما مصررين على السباحة والعام الماء الحقيقة هم مظلومين مظلومين اعلاميا لانه انجازات كبيرة بتحصل انجازات كتير بتتحقق على ارض الواقع ولكن كلة ازاعة المباريات كلة ازاعة المنافسات ليهم كمان بتبقى بتبعت الدوق عنهم شوية ولكن احنا هنا دايما حرصين ان دايما يكون فقرة سبتة معنا للسباحة والعاب الماء هيكون معنا فريق 20 سنة هنحط الدوق عليهم طبعا المدير الفني سيف ممدوح يكون معنا ومجموعة من لعبين المميزين هنشوف الانجاز هنشوف الاستعدادات للموسم الجديد الفقرة التانية هيكون معنا كابتن محمد او التالتة بقى يكون معنا كابتن محمد مصلحي المدير الفني لفريق الطائرة بالنادي الاهلي الحقيقة الطائرة الموسم اللي فات خاضت ثلاث بطولات كان اهمها طبعا بطول افريقيا اللي حصلنا عليها كانت في تونس السنة دي برضو حصل تدهمات للفريق حصل انضمام مجموعة من الشباب فريق فيه مجموعة من لعبين الشباب الحقيقة كابتن محمد اصار انهم ينضموا الفريق الاول فيه اشتراكات كتير فيه منافسات فيه شكل تاني الفرقة محتاجين نعرف الوضع ايه المنافسات ايه الاستدادات ايه خلينا ابتدي معاكم بالفقرة الاولى اللي هي الاخبار انا حابب ابتدي بس بحتة معينة هي انتخابات اتحاد السلام الحقيقة يمكن اللجنة الانبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد واللائحة الاسترشادية لحدات اللجنة الانبية اللجنة الانبية من ضمن الامور اللي اخرت صدور قانون الرياضة هي المحكمة الرياضية او التحكيم الرياضي الحقيقة ده أحد أركان أو أحد الأركان المهمة في استكمال المنظومة لأن طبعا أكيد بيحصل طعون أكيد بيحصل شكاوى لازم يكون فيه جهة لابد أن تكون جهة مستقلة عن اللجنة الأنبية يعني الجهة والتحكيم الرياضي لابد ما ينفعش يبقى الحاكم والخصم هو في نفس الوقت مفروض لسه ما استلمتش مهمتها حتى الآن المحكمة الرياضية ولاجن مطلوب تفاعلها بأقصى وقت لأنه فيه أمور محتاجة للطعن يمكن كان أبرزها طبعا اللاحة الاسترشادية للطبقات على النادي الأهلي أو طبعا إسراء اللاجنة الأنبية على تطبيق اللاحة الاسترشادية وعدم اعتماد لائحة النادي الأهلي الداخلية فطبعا ده أحد القضايا المطروح قدام اللاجنة الأنبية في بعض الاتحادات انتخاباتهم خلصت في طعون متقدمة الحقيقة لهذا الطعن أنا بس فيه بند مهم جدا عايز أقول لحضراتكم عليها هي المادة التمنى في شروط مندوب الهيئة دي المادة التمنى في قانون الرياضة أو اللاحة الاسترشادية مهم جدا أرها لحضراتكم وعرفكم إيه الشروط للمندوب اللي بيطلع عن النادي أو الهيئة الرياضية اللي بيدلي بصوته خلينا نتكلم يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيسا أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بشرط ألا يكون مرشحا لمجلس إدارة الاتحاد ده وده طبيعي لما فيه الشيب هو الجايد لبصوته هو مرشح أيضا في الاتحاد أو أحد أقارب من هنا بقى نبتدر أكس أو أحد أقارب المرشحين نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ويتم باختيار المندوب بقرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تصدر استمارة المندوب من اللجنة اللومبية المصرية وتختم بختم اللجنة وتسلم للاتحاد التوزيع على المندوبين بواقع عدد 2 استمارة إذن أهم نقطة تهمنا أنه ما بقاش فيه سلة قرابة ما بين المندوب اللي طالع بالصوت من المجلس الإدارة اللي هو بيبقى رئيس مجلس إدارة أو أحد الأعضاء عشان يدلي بالصوت طبعا المشرعين حاطت البني ده عشان يضمن الحيادية ويضمن تساوي الفرص من كل المرشحين الحقيقة في انتخابات التحاد السلة حصل قضيتين تم الطعن على واحدة ولسه سيتم الطعن على التانية طبعا الكلام ده يعني على مسؤولية الراوية أو على مسؤولية الطاعن طبعا أكيد لأنه اللي هيدحق من صحة هذا الكلام معنا مع بعض هو حطين هايلايتس على النقطة أو أحد أقارب المرشحين نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة حصل اعتراض أثناء التصويت على الصوت نادي 6 أكتوبر بالتحديد أنه كان فيه صلة مصاهرة سابقة يعني هي مش موجودة دلوقتي ولكن كانت موجودة طيب خلينا نسمع الموضوع ده بالضبط من طبعا الأستاذ محمد الجبلاوي أو كابتن محمد الجبلاوي أحد المرشحين لمجلس إدارة التحدي السلة واللي تقدم بالطعن فعلا يوم الأربعاء تقريبا على ما أتذكر قبل العيد أهلا بك يا كابتن أهلا كابتن هايسل وصان طيبين وحدك طيب أهلا بك في قناة النادي الأهلي يعني أهلا للشارات الأول الحقيقة أنا كنت الأول طبعا زكرت قبل ما حضرتك معرفش حضرتك كنت معي على الهواء لا زكرت منصوص المادة التمنى يمكن حابين نسمع من حضرتك يعني حيثيات طعنك عليه والحالات اللي لحدك شايفها يعني خرجت بره هذا البند بسم الله الرحيم كابتن هايسل احنا ربعا لما نجل نتكلم على البسكت في مصر عملا وفي الصعيد خاصة احنا لنا لنا فترة في الصعيد بنجرس من البسكت بنجرس من البسكت حتى لما انت لو انت نظرت نظرة بعيدة حاليا في الانتخابات مافيش ممثل من الجيزة الأسوان في الصعيد حد الوقت لليل يعني فيه فكر موجود بيتعمل حاليا أو في الموجود في الاتحاد المصر الكورس السلة باستبعاد أغلب الكلادات في المراكس أو في الأماكن البعيدة دي بحيث اللعبة زي ما احنا شايفين دلوقتي انا حاليا للبسكت انا بعتبرها اللعبة الرابعة بعد مكانت اللعبة التانية لو جينا تسبنا الموضوع العام ودخلنا في موضوع الانتخابات نفسها احنا حذرنا قبل كده كتير قبل الانتخابات ان ما ينفعش عدم اسناد الانتخابات لأحد المرشحين هل يؤقد هيسن بيه يبقى الخصم والحاكم في آن واحد ينفع ان رئيس الاتحاد السابق هو من هو يكون مشرف على الانتخابات وهو اللي بيتقبل الطعون وهو اللي بيرفض الأضوية وهو اللي بيقبل للإستمرار ما يصحش انت راجل مرشح المفروض يتم استبعاده قبل كده حذر النائب تمير ضقيق قدوى لجنة الشباب اللجنة اللومبية بتعيين مشرف الانتخابات السلة الدكتور مجدى وفرخة يبقى هو اللي مشرف لان يبقى كده خصم وحاكم ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء وبالتالي حصل تجاوزات جارعادية في الأندية ومنهم على سبيل المثال نادي 6 أكتوبر ونادي المريخ بوجود أقارب من الدرجة الثانية والثالثة بين المندوب وبين المرشح اللي هو نفاع أفضل القانون أو اللايحة لنظام الأساسي للإتحاد السلة اللي هي نشرف بالوقاعة المصرية في العدد 157 بـ 12 سرعة 27 ان لا يجوز للمرشح ان يقول المندوب له قريبا من الدرجة نسبة المصرحة حتى الدرجة الرابعة ومع ذلك طبعا لأن فيه مصرحة في أن المندوب يتم التصويت له بهذا الصوت تم تلاشي هذا القانون علما أن احنا قدمنا طاعة للجنة اللومبية وكان المفترض على اللجنة اللومبية أن يتم الأغذر بالطام واستبعاد دايما بتقول المادة التسعة استبعاد المندوب ما يخش تقص الانتخابات ولا يروح اسمه طب خليلي كابتل محمد يعني عايز اسألك سؤال يعني هو دلوقتي يعني ازاي يقدر يتأكد يعني الاتحاد الموجود أو أي حد بيدير الانتخابات ازاي يتأكد ان ما فيه سلة القرابة يعني أنا دلوقتي فيه مرشح جايلي نادي مجد سدارة بعت اسمه أنا ازاي اتأكد ان ما فيه سلة القرابة ما بين هذا المرشح وما بين المندوب اللي طالع من النادي تعادتك ده ده دي لايحة لايحة نظام أساسي القانون يعتبر ببعاك القانون اني أنا لما باجي ابعث للنادي وبديله الشروط المطافقة للكلام ده أنا بكتبه اخرار في حالة يوجد أي ذلك كده بيتم استبعاد النادي أنا النهاردة قدمتلك طعن قبل الانتخابات بقى اكتب من 48 ساعة 8 ساعتك وديتك المساعدات ما تفيد ما تفيد القرابة بين القسم بين المندوب وبين النادي والعلاقة النسب اللي بين الاثنين حتى الدرجة الرابعة أنا يمكن مش عايد ساعتك اجيب اسمه لان طبعا الطعن تم حضرتك قدمت طعن خلاص في اللجنة الانبية ومنتظر طبعا تفعيل المحكمة لان طبعا يعني سيادة المستشار الجليل اللي هو رئيس المحكمة حاليا حاجة يعني قامة في القانون منتظرين تفعيل هذا المركز التسويق التحكم الرياضي اللي هو فعلا يعني لو ربنا كرم وابتدى العمل فيه عمل جدي حيفق معنا في الرياضة كتير في كل مشاكلنا وجميع المشاكل بقيت من المحاكم وقول التقاضي زي ما انت عارف ساعتك انا في موضوع القرابط سابتتها سابتتها بالأوراق وجبت ساعتك صور البطائق المتقدمة لان الاتحاد لما بيجي يقدم المندوق ساعتك بياخد البطائق بتاعته وبياخد البطائق بتاعت المرشح لانا انا اجيب لك الالاقة بين البطائقين بزواج الاخوات او بزواج النسب او الالاقة الموجودة بينهم وانت ترفض انك تطلع بحجة اني انا انا مش الجهة المفروض القاضي اللي يجي لاجسة الانتخابات يوم الانتخابات انت تقدم فيها ده لاجنة علومية اجي عندي يوم لاجنة الانتخابات يوم الانتخابات اقدمها للقراب يقول لي انا مش جهة اتبع صدعون انا مسؤول عن انتخابات فقط طب المفترض ان مين اللي يتولق قصة دي بس هو خلينا نتكلم ان المستشار اللي كان بيدير الجلسة هو بيديرها من ناحية التنفيذية يعني هو بيشوف هو مش جهة تحية عشان يتأكد اذا كان الطعن ولا يا طعن كان مفروض قبل ما يوصل للمرحلة دي او بعد اجراء الانتخابات كده سعدتك هيسا بي بص احنا بنقول ايه رجعنا للمادة التسعة اللي بتقول ايه على مجلس ادارة الاتحاد يعني يتحقق من توفر الشروط المقررة من المندوبين الواردة بالمادة تمانية يعني يعني هو ساب الموضوع لمين ساب للحكم والقاضي ساب للمرشح اللي مترش على الرئاس الاتحاد ساب له المادة تسعة اللي هو على مجلس ادارة الاتحاد يتحقق من توفر الشروط طب انا هتحقق ليه من توفر الشروط ولا مستفيد من المندوب ده المندوب ده هو اللي ها يطلق سعدتك احنا احنا شفنا خلل في الانتخابات بتاعت البازكсть الدورة دي خلل مش طبيعي بيزاد في السعيد احنا سعدتك المال السياسي او المال الرياضي نزل في السعيد بطريقة مش طبيعية انا النهاردة لو فتحت ات موضوع انتخابات واللي حصل فيها في السعيد انا النهاردة لما يبقى منذوب نجيه لي موظف صغير في مطنع ينزل في البرون ولا ينزل بس بس لا يعني خلينا نتكلم عن النقطتين اللي هم أو المادة التاملة يمكن حددك يعني شرحتهم باستفادة أو سيد محمد الجبلاوي طبعا والطقون وإحنا في انتظار أكيد وحددك منتظر كمان نشوف اللجنة اللومبية هتعمل أنا منتظر طبعا تفعيل المحكمة وواثق إن شاء الله في الحفظ وأنا واثق إن إزبات العلاقة النسب اللي هي تبطل هذا التصوات من الأندية أو عدد الاثنين الأندية دول يعني عدد الأندية دول فيه ناس كثيرة ساعدتك كابتن هيسم صوت واحد كان عفرة معها تبقى جوة الاتحاد فبالتالي الصوت ده مؤثر جدا في صغير النتيجة كاملة صحيح وبالتالي لو ربنا ثبت إن شاء الله وإن شاء الله يعني مستدداتنا وافية جدا إن إزبات الأشياء اللي تطعون اللي معانا إن شاء الله هتزبت وبالتالي يبقى النتيجة في الحالة دي لا محيث إن يتم عدد الانتخابات وده يبقى أول طاعنا قدام مركز التسوية والتحكم الرياضي اللي إن شاء الله يبقى بداية قوية إن شاء الله على المساعدة المقدمانه إنه تبقى بداية قوية إنه يبطأس كل من هو فيه مشاكل غيرية فيما بعد إنه يجيأ ليها ويبقى من القضايا إن شاء الله إن شاء الله أستاذ محمد الجبلوي طبعا مرشح السابق المحامي طبعا مرشح السابق للتحدي السلام انتخابات التحدي السلام شكرا جزيرا نورتنا وشرفتنا الحقيقة المهمة إن احنا نتكلم لأن لازم المنظومة المحكمة الراضية في اللجنة المنوبية تمارس عملها سريعا لأنه الحقيقة ده من أهم أركان يعني الترسيخ العدالة أو إن ما يلجأش الناس للمحاكم العدية خلينا نكمل حلقتنا مع حضراتكم عندنا بعض الأخبار المهمة في منتخب شبات اليد الحقيقة فاز النهاردة مباراة مهمة جدا 22-20 أقام الكنغ الحقيقة هم فازوا مبارايتين قبل كده مع كود فوار 35-33 والرأس الأخضر 33-21 كل التوفيق الحقيقة اتحاد اليد أو الفترة اللي فاتت فيه تفرح حصلة شوية على مستوى السيدات لأنه بقى فترة كبيرة غايبين عن اشتراكات السيدات والنشآت ولكن دي بداية مشرفة إن شاء الله يحفظوا على المنتخب ده ويكمل على المستوى الكبير حقيقة منتخب مصر النهاردة الأول لفريق كورت السلة نتمنى له طبعا كل التوفيق بيشارك بطولة أفريقيا في السنغال حقيقة النهاردة كانت مباراة مهمة مع موزنبيق فاز منتخب مصر 75-47 حقيقة تقلق 3 لعبين حقيقة في المنتخب كانوا أفضل مسجلين في هيسم كمال لعب نادي سبورتينج لعب نادي الاتحاد واللي تنقل لنادي سبورتينج في صفقة امتقال حر أحرز 14 نقطة وتقلق في المباراة فيه كمان مكاوي لعب نادي الزمالك وحط 13 نقطة فيه إبراهيم الجمال لعب النادي الأهلي حط 13 نقطة حقيقة شهدت المباراة تقلق السلاسي اللي قلتم لحضراتكم وكمان لعبين نادي الأهلي اللي بيشاركوا أحمد السلعاوي مع المنتخب عندنا إبراهيم الجمال وعندنا مهند الصباغ كل التوفيق لمنتخب مصر الحقيقة البطولة دي مش مؤهلة لحاجة لأن البطولة دي مجرد لقب لأن البطولات تأهيل كأس العالم هيتعامل زي الكورة مجموعات ثم راح جاي تاني البسكتبول أصبح زي الكورة تأهل لكأس العالم أصبحت مباراة وتجميع نقط ومن خلالها بتأهل خمس فرق لكأس العالم خلينا نكمل أخبارنا الحقيقة مش عارف جماعة التقارير جاهزة يعني نقول الأخبار طيب هنقول الأخبار عندنا انضم خمس الفريق الأول لكرة طائرة سيدات بن نادي الأهلي إلى المنتخب الوطني تحت 23 سنة المشاركة في البطول الكأس العالم وتقام البطولة في دولة سولفانيا وتغادر بعثة المنتخب غدا الجمعة إلى سولفانيا بعد انتهاء المعسكر المغلق اللي كان في القاهرة واللعبات هم هن فريدة العسألاني طبعا لعبة نادي الهبلس انضمت الموسم الماضي اللي نادي الأهلي آية الشامي مريم مصطفى رحمة حسن ونور ياسين كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر وكل التوفيق لعبات النادي الأهلي انضمه لمنتخب مصر عندنا الخبر الثاني بيواصل محمد عبد المنع ملعب الفريق الأول لكرة طائرة رجال بالنادي الأهلي عمليات التأهيل الخاصة به بعد إصاباته برباط الصليب في بطولة أفريكا اللي فاته كانت في تونس كانت في مبارات قبل النهاية على ما تذكر التي لحقت به في نهاية الموسم السابق ويواصل التأهيل من خلال جيم وجلسات تأهيل قوية طبعا دي لقطات اللي محمد عبد المنع طبعا لعب الفريق الأول كانت تعرض لإصابة خطيرة رباط صليب كنا شفناها وتابعناها على شاشات قناة نادي الأهلي والحقيقة يعني ضرب مسل كبير للرجولة محمد لعب راجل وطبعا أكيد يكون عودته عودة قوية وننتظر منه المزيد إن شاء الله بعد التدعمات اللي حصلت في فريق كرة هيئة كرة طائرة طيب معانا خبر تالت فوز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الكابتن عاصم حمد على فريق بورسعيد بنتيجة 34-25 حياة نتيجة كبيرة بتبين قد إيه فرق المستوى في إطار أولى المباراة الفريق في بطولة الدوري وأقيمة المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الأربع الماضي ده أول مباراة كانت في الدوري الممتاز طبعا ديه ديه لقطة لكابتن عاصم حمد في إحدى المباراة صالة النادي الأهلي كمان فاس فريق مرتبط 98 على نفس الفريق بنتيجة 46-19 خلي بالكواحنا طبعا المرتبط مهم لأنه بيضيفوا النتائج مع بعض النادي الأهلي كرة اليد الحقيقة حصل تطعمات للفريق مركزين كويس قوي يمكن هم الفرقة الوحيدة كرة اليد اللي تحطت لها جدول للمنافسات خلينا برضو نقول اللي لينا واللي علينا اتحاد اليد احنا طالما انتقدناه في أمور كثيرة ولكن الحقيقة في الناحية التنظيمية والمسابقات على أعلى مستوى الاتحاد الوحيد على مستوى ألعاب الصلاة اللي حط منافساته من دلوقتي يعني أنا من برح قابلت الكابتن عاصم السعداني مدير إنشاط الرياضي أو المهندس عاصم السعداني مدير إنشاط الرياضي كان بيشتكي من النقطة دين ومش قادر يحط خريطة الاشتراكات أو خريطة الاشتراكات الخارجية الأفريقية للفرق لأن ما جلوش جداول المنافسات الداخلية الاتحاد الوحيد اللي بعت المنافسات هو التحكرت اليد كل التحية حقيقة للاتحادات اللي بتحط منافساتها بدري وبتخلي الأندية تقدر تعرف رصها من رجلها وتقدر تحط اشتراكتها طيب عندنا الخبر الرابع فوز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على الظهور بنتيجة 68-49 في إطار المباراة الودية التي أقيمت على صالة النادي الأهلي حقيقة المباراة دي أقيمت أمس أنا كنت برضو حضرتها بالصدفة وبيواجهه برضو أيضا الجزيرة يوم الاثنين في تاني مباراة الودية الفريق استعدادة موسم جديد كابتنها بالألف المدير الفني الحقيقة الراجل يعني دي طبعا لقطة من أحد التدريبات في الصالة الفراعية لنادي الأهلي الحقيقة كابتنها بالألف عامل شغل كويس اللاعبات مركزين في تدعيمات حصلت هالة شعراوي قعدة مع الفريق الحقيقة يعني أولا ده مش المباراة ده تدريب كان يعني فيه شغل بيحصل ومركزين وأنا كنت حضرت يعني بالصدفة يعني أحدى التدريبات ليهم أو تدريبين كمان ليهم في جدية في إخلاص ربنا يكريمهم السنة دي عملوا موسم كبير السنة اللي فاتت وشرفونا يمكن ما دي الأقطات اللي كابتنها بالألف وبيدي توجهاته للفريق في إحدى التدريبات كل التوفيق لفريق السيدات بالنادي الأهلي لكورة السلام طيب فيه تقريرات تقرير هنخدها ثانية واحدة معاكم أنا فيه تقرير مصورة نخش عليها بس إيه اللي جاهز معنا جماعة الطائرة مش كده طيب طيب نخد التقارير معنا في يخد الفريق الأول لكورة طائرة سيدات بالنادي الأهلي حاليا المرحلة الثانية من فطة الأداد للموسم الجديد والتركيز في هذه المرحلة على تطوير الجانب البدني عند اللعبات على أن تتضمن المرحلة الثانية تدريبات لتنمية الجانب المهاري مع التركيز أيضا على التدريبات البدنية كلام ده نحن جايبين من عندنا كلام ده جايبين ومن المدير الفني كابتن حمد الصافي أكيد وهو اللي قال الكلام وهي خوض المباراة الودية بدأة من النصف الثاني من شهر سبتمبر والتي ستكون خير إعداد للفريق قبل انطلاق مباراة الدولة في أكتوب المقبل إن شاء الله خلينا نشوف التقرير عن الفريق الأول لكورة طائرة سيدات بالنادي الأهلي وارجع لحضراتكم والله إحنا بدين الحمد لله من شهر رمضان من نصر رمضان كده والحمد لله مماشيين بفتة عاد كويس قوي والحمد لله فترة عاد مستمر حد دلوقتي وإن شاء الله في فترة جاية المفروض بأمر الله كده إحنا لسه هم يعني مخلصين العيد هنخش على مقصود ودية كده يعني ببسيطة إن شاء الله بأمر الله عنصوا الفريق عندنا كله في المتخب مصر في المتخب الشبات ومتخب درجة الأولى والباقي اللي موجود يعني شغل معهم تمامرين وإن شاء الله في فترة جاية بفيه مقصود ودية مع الفرق اللي هي هنا في القاهرة زي ودي زي زمالك أو أو السيد أو الطيران عشان بسهم ببسهم ببرضي بمستعدين لحد مجموعة التنتيجة بأمر الله إن شاء الله ده أول موسم أنا أستنى لنفتك وتماسك الناشئين 8 سنين بنات والحمد لله خدنا البطولة معهم تم تصعيدي من قبل قبط الحمدي والجهاز اللي معاه كله وماشيين دلوقتي فترة الإعداد معنا حوالي سبع أو تمام بنات مع المساعدينهم من 18 و 16 منبدأ فترة الإعداد ما بين يوكا وما بين فولي لحد بس ما باية الفرقة تكتمل من المنتخب إن شاء الله نأخذ دوري وكاس كالعادة مع بطولة عطفية مع بطولة عربية عشان ربنا كمان يسهل ويأحلنا الكاس علامة إن شاء الله نستعد بقوة الموسم الجديد علشان السنة اللي فاته نخسرنا البطولة الأفريقية فعايزين إن شاء الله كويس جدا حشان نفضل على نفس المستوى بتاعنا زي السنة اللي فاتت ونأخذ المركز الأول وده طبعا لباية البطولات اللي هي الكاس والدوري فكابتن حمدي وكابتن ياسر والجهاز بنحاول على عدة ما نقدر إن إحنا نستعدوا علشان نبقى بأحسن شكل إن شاء الله الموسم اللي جاي إحنا إن شاء الله نأخذ كل البطولات ودوري وكاس وأفريقيا ولو في عرب إن شاء الله ونهديه طبعا النهدي الأهلي والجماهير إحنا إن شاء الله لازم نشد حنا ونركز من الأول خالص عشان ما يحصلش فينا دروب اللي حصل السنة اللي فاتت يعني إحنا مركزين أو السنة اللي إحنا يعني نشوف أخطاء نسانة اللي فاتت كنا بنعمل إيه ونعمل يعني السنة اللي يعني إن شاء الله ربنا يكربنا الحقيقة يعني تركيز شغل بيحصل جوه الفريق نتمنى طبعا إن شاء الله الحلم الكبير بتوط أفريقيا يعود تاني لمكانه الطبيعي مع السيدات الطائرة في نادي الأهلي إن شاء الله السنة طيب عندنا تقرير كمان بينتظم الفريق الأول كورتسال سيدات بالنادي الأهلي في معسكر بالإسكندريا لمدة 3 أيام في منتصف سبتمبر الجاري استعداد الموسم الجديد الذي من المقرر الانطالك في أكتوبر القادم ويخد الفريق ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر أمام سموحة وسفورتين والأولومبي يعني إن الفريق عمل المعسكر هيروح 3 أيام يلعب 3 مباريات وراء بعض طبعا إعداد ممتاز الحقيقة إنه يلعبونه 3 مباريات وراء بعض حتى بيبقى في شكل معسكر خارجي بتبقى أكيد تأثيرها عالي جدا من أجل اتمنى على الجوانب البدنية والفنية لدي اللاعبات وده اكتمل صفوف الفريق لالتدريبات عقب عودة اللاعبات نور عطلعت علي وهالة مصطفى ورانا عبدالظاهر من المشاركة مع المنتخب في بطولة أفريق لما بيكتمل الفريق طبعا وتبتتمل فريق يعني فترة العداد بيبقى أكيد الموضوع أحسن هنطلع لتقرير نشوف الموضوع ده وبعد التقرير هستقبل ضيوفي طبعا نجوم كرة الماء تحت عشرين سنة هستقبل طبعا المدير الفني كابتن سيف ممدوح واللاعبين أيمن عادل وإحمد فؤاد ومازين قاسم هنطلع للتقرير وبعد كده هرجع هستقبل ضيوفي ما تروحوش بيك اشتركوا في القناة وبعدها نسافر مع أسكر في اسكندرية نلعب سموحة وسبورتنج إن شاء الله عشان في ده بنستعد عملنا يعني بدري شوية المتشات الودية لسه مش هفيد الدور يبتدي إمتى لكن احنا بنستعد في انتظار موافت النادي لبطولة أفريق إن شاء الله في أول عشرة بإذن الله الفرعة كلها موجودة بفضل الله وعملنا فضل عداد كويسة جدا هيبن أكتر وأكتر مع المتشات الودية الفرقة يعني أحسن شوية من السنة اللي فاتت لأن كان عندي نادين لعيبة كويسة وأطول يعني أطول لعيبة في مصر في عطبر كانت عندها راجعة من رباط صليبي مع المنتخب دخل الحمد لله فورما شوية بشوية ده يعني اللي مطمنا شوية تحت الحلقة وعندنا بنتين طالعين من تحت 12 سنة تسجلوا السنة دول إضافة كمان مع الأربعة لطلعين من تحت 12 سنة ففيه تغيير وفيه تصغير سنة أكتر وفيه دم جديد في الفرقة السنة إن شاء الله والبنات يعني متعهدين لعيبة وجهزين نحن إن شاء الله نعمل سيزون أفضل من السنة اللي فاتت خلاص النادي يوفر كل حاجة حتى في موضوع التدعيم اللعبات النادي ما تأخرش لكن كان الرفض من الاندية اللي طلبنا منها البنات لكن إن شاء الله ندلقني طول عمره يعني عنده قاعدة كبيرة جدا من نشآت وإحنا بنجني يعني ثمارها بصراحة السنة إن شاء الله السنة دي والسنين اللي جاية فإن شاء الله ربنا يوفى بس إحنا منتظرين يعني الحاجة المهمة منتظرين موافة النادي اللي إن شاء الله على المشاركة في تصريات بتوط أفريقا المطال 5 من 1 إلى 17 إن شاء الله هو إحنا بنتمران صبحوا بالليل فترة دي وبنتمران جامد جدا ديفنس وفتنس وكل حاجة عشان مش عايزين ولا بطول إن شاء الله السنة يدع مننا فبنتمران كل حاجة تراك وتجمو كل حاجة هو نفس المنافسة في كل سنة كل الفرق كويسة وإحنا مننزلش ماتش مستهونين بفرقة بس السنة دي يعني الترجل بتاعنا أعلى مش عزين ولا بطول تضيع مننا سالفات مخدليش الدوري السنة عزين ناخد التلات بطول إن شاء الله السنة دلوات إحنا في فترة الأعداد وشغالين صراحة جامد جدا تمريد نتين في اليوم وبنجري جامد وبنستعد كويس قوي ونخش الجام وكده فإن شاء الله المسلم يبحر هاتجهزنا كويس جدا طبعا علشان هنقش في مود بتاع الماتشاط وهده هاتجهزنا كويس جدا للدوري المرتبط والكاس وكده إحنا طبعا يعني بنتمرن كتير وبنتمرن جامد وإن شاء الله إن شاء الله يعني عايزين لنحقق حاجات كتير إن شاء الله هي بتفرق معنا بنشوف إحنا مستوانا فين من المتشاطة الوديية بنجهز مثلا لو فيه غلطات أو حاجة بنحاول نصلحها في المتشاطة الجندة بتساعدنا يعني إننا نبقى أحسن اشتركوا في القناة